اخوتي اخواتي سلام عليكم كمين نتمنى بالله تكونوا بخير وعلى خير بانجور تولمون جاسبر كووزالي بيان اليوم جيت نتقدم لكم واحد التحلية بسيطة سريعة جدا نتمنى بالله انها تنال اعجاب دلكم كمين كيف معودكم دائما طريقة بسيطة والمكونات متواجدة في كل بيت وصدقوني ان هاد الوصفة وهاد التحلية غادي تنال اعجاب دلكم غادي تشكروني عليها هاد الوصفة انا متأكدة انها غادي تنال اعجاب دلكم ومدة تحضير لا تزيدوا عن عشر دقائق بالنسبة المكونات جدا سهلة وبسيطة كاس سميدة غلطة كاس ديال حليب غبراء كاس ديال سنيدة ميتاي ميليليتر ديال الاكريم فخيش علبة تبوك صغيرة ديال ميو سبعين قرام بكية ديال شكولات ديال ميتين قرام وثلاثات المعالق ديال كاكاو المر تناخدوا مقلاء تنجرها فوق عفية متوسطة نار متوسطة تنكب لسمول ديالي سميدة من الاحسن انها تكون سميدة ديال الحرشة الغلايدة تزيدوا كاس ديال حليب غبرة حليب بودرة وكاس ديال كاس سكر سنيدة وتنخليوها فوق النار وتنبدو تنحمروا فيها تنقوموا بعملية التحميص تنحاول انني ما نحيد شي دي من عليها ما نتحركش من حداها والمدة ديال التحميص ما تتجاوش نقلو عشر ديال الدقائق تنستمر بحالها كايات وما تشوفوا الاسفل ديالها تيكون اللون دياله غامق وتنحرك باش التحتاني ما يتحرقش ليه والفوق يبقى خضر يعني تنقوم بالعملية ديال التحريك هكا تنصمر في التحريك وكي ما قلت لكم هي ما تتصغرقش مدة كبيرة محترة اصلا فيها السكر ودك سنيدة تتساعد انها تحمر بسرعة وصدقوني ان لوغو ديالها تيجي غزال ورائع هندلت لكم ملاحظة انه يفو باسي سيد ميلانجي فو نغيتاي با ديوتو بقى تتحركو 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 سيخطو من انتي يقرر بحالكا تتغير اللون ديالها تتوليد غيه ضغيه تتتحمر لي باش ما تتحرقش وما يجيش لوغو ديال الحرق فيها تنبقى بحالكا وتتفاصن ثم المغاربة احنا يال الحمد لله مولفين تنديروا السلو بحال طريقة ديال السلو مننزل الطحين تنحمره فوق المقلة بنفس الطريقة تنبقى تنحمره تنحمره وعد طحين تياخد لوقت تكتر هجي سميدة مع سنيدة مع الحليب غبرة يعني ذاك السكر تيساعد انه يتحمر لي ضغيه نسموه بنفس الطح الّول موسيقى 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 نضيف الكاكاو في الأول ونضيف الكاكاو نضيف الكاكاو ونضيف الكاكاو ونضيف الكاكاو وإذا قدرت أنني نغرب الكاكاو قبل أن نضيفه يكون أحسن أنا مع المعقازات والوصفة نضيف الكاكاو ونضيف الكاكاو ونضيف الكاكاو في العلبة في الكاكاو يمكنكم استعملوا أي جبن كريمي متوفر عندكم جبن كريمي يمكنكم استعملوا الفخوماج مثلت الجبن الكريمي مثلتات أو مربعات يمكنكم استعملوا أي جبن متواجد في البيت أولا أبير إلى ما كانش الجبن يمكنكم تعودوه بالحليب الحليب المركز يمكنكم استعملوا سكر أولا يمكنكم استعملوا سكر الحليب مركز محلى مركز المعروف اللي تنقولوه إحنا تسمعه في المغرب نسلي ولكن تنقصوا السكر ونصحكم أنكم دك ساعات ما تديروش دك العبار كله دي السكر ممكن لكم استعملوا مسكاس باش تديرو هاد الحالة يعني ممكن دائما يتنقلكم القضيوب اللي عندكم في الدار ماشي محيث ما عنديش أنا هاد المكوين راني ما غنقدرش ندير هاد الحلوة سيخطوه أنه ماشي مكوين أساسي يعني ممكن اللي نعوضوه بأي حاجة عندي في الدار المول نفس الشي بالنسبة المول تتاخدو أي مول متواجد عندكم في البيت مدور مثلة مربع كبير صغير بالنسبة الكبير وصغير اللي حسب السمك ديال العمارة أنا هاد استعملتو يعني السمك غتلاحظو أنه مجانيش عالي بالساف يمكنكم استعملوا مول صغير من هاد انا اللي استعملتو وغلي يجيكم السمك ديال غاتو غايجيكم كبير غايجيكم مغلاد على ذك الشي اللي اعطاني انا نحاول أنني ننقاط عليه في الومول ديالي يعني نسرح العمارة ديالي نسرحها في المول هذهك سفاتيول ستاب با بخاتيك ديكو جا يتوليزي 1 كيار يعني استعملت المعلقة في بلاصة ديال هادك سفاتيول وبالنسبة للمول كما شفتوني راني ما مدهنتو بحتى شي حاجة بعد ما غايل صغير لكم تخافوا من الوالو من بعد خديت الشوكولات ديالي 200 جرام دوبتها في ميكرو اند كيف ما يمكن لكم تدوبوها في باماري من بعد ما دابليها الشوكولات بحالها كاية تكون باقة سخونا ناكد انها باقة سخونا سنزيد الكريم فريش ليكيد انتير كيف ما يمكن لكم تسعملوا كريم فريش دوميا كريمي ولا كريمي وتتحركوا بحالكة تتحركوا تتحركوا بحالكة تتحركوا بحالكة بالنسبة للناس اللي ما عندهم شركة خمفة غيش ما بقيتش ليون فوالطار يمكنكم تعودوا باوقت ديال يا وقت عادي ديال كبير ديالجوج راهم اي وقت عندكم بأي نسمة عندكم حيدو منو الماء وخلطوه مع الشوكولات بنفس طريقة غايت عطاكم نفس النتيجة من بعد تحاول ان ادلاسوس قمت بمسكورة اتضغط أضغط أضغط يجب أن تضغط يتضغط و بالنسبة للزوغ كما قلت لكم كل واحد و لغو ديالو ايو والا والا حبيبي النتيجة هي هادي انا زوغته بشوية ديال بيستاش و بعدلو فخوي يمكن لكم تستعملوا اي فخوي عندكم تاجي ممتاز رائع الدكور غزال غزال سيختوير غا تستعملوا اي دكور واحد اخر ديال المون يمكن لكم تسفلنوا فيه كيف ما بغيتو و لغو يا سلام كما غتلاحظوا معايا غادي نقطعو نهزو و غادي تشوفوا انه ملسقش ملسقليش في المول و كما قلت لكم اللي بيستاش ديالو جد صغورة ممكن لكم إلا بغيتو هذا العبار هادا الدوبلو المقادير اللي درت انا والا لي بيستاش ماشي كبيرة بزاف ولكن انا هادش اللي كنت بغيتو محيت بغيت تحليا ديال القهوة قواك حلا بحلا كاية شي حاجة اللي هي بسيطة و خفيفة و لغو ديال هزوين و شوكولات نتمنى من الله البنات انكم تجربوا هات الوصفة و ان هادنا الاعجاب ديالكم ما تنسونيش بلي لايك بلي كومنتر و فعل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة